بالنسبة للقواعد الفقهية فن من الفنون المهمة جدا المساعدة على فهم الفقر على فهم الفقر يعني القواعد الفقهية يحتاجها القاضي يحتاجها المفتي يحتاجها المعلم يحتاجها أغلب الناس قواعد الفقهية هي تجمع شتات المسائل هذا المعنى القواعد الفقهية هي قاعدة يندرج تحتها جزئيات كثيرة إذا أردت أن تعرف الحكم الشرعي لهذه الجزئيات حتى أن نوازل فإنه لا بد أن يكون لدى الإنسان لديه حظ كبير من فهم القواعد الفقهية سبحان الله العظيم بالتأمل نجد من له عناية بالقواعد الفقهية يتميز عن غيره تميز عن غيره لماذا؟ خاصة مثلا لو ذكرنا الآن مسألة النوازل تعرفون يعني هناك نوازل تتجدد في حياة الناس فتجد الفقه الذي يمتلك هذا الفن أو هذا النوع من الفنون لديه القدرة على التعامل مع النوازل التعامل مع الحوادث التعامل مع المستجدات بكل سهولة لماذا؟ لأنه يرجع هذه كلها إلى ما لديه من القواعد الفقهية يرجعها فهي أصل فيخرج عليه وذلك تجد مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه عنده قدرة على قضية التعامل مع النوازل والحوادث وتجد تعبيراته دائما يرجعها إلى مسألة القواعد مسألة القواعد يعني مثلا قاعد مثلا المرأة إذا فقدت وليها في السفر قال لها أن تولي من تثق بدينه فقيل له من أين ذلك؟ قال إذا ضاق الأمر التسع لاحظ كيف عبر لما أفتى وقيل له من أين لك ذلك؟ استدل بالقاعدة وهذه طبعا مسألة سنتكلم حول هل القاعدة تعتبر دليل أم لا؟ عموما هكذا يعني مسألة لا ينسب إلى ساكت قول مثلا عندنا نوازل كثيرة يعني فضائية عندنا ما يتعلق حتى في الأوبئة أو من الأوبئة فتجد طالب العلم الذي يمتلك هذا اللون من العلم وهذا الفن تجده يتعامل بسعة صدر ويتعامل بثبات وقت